أهلاً أعزائي حديث اليوم أنا مسيحي كنت في مطار مصر في القاهرة من سنوات سنوات عديدة وطبعاً في المطار استدعوني كان في بعض الأسئلة ومن ضمن الأسئلة استغرب طبعاً من الأسئلة في تلك الأيام أو في ذاك الوقت قالوا سألوني هذا السؤال نحن نعلم مثلاً لما بيدخل الخوري الأرتودوكسي يعني المقصود القبطي القمص أو الكاهن القبطي بيعرفوا من شكله في المطار أنه كاهن قبطي لأنه لابس الصليب وطبعاً له لحية ثم قالوا إحنا منعرف أيضاً الكاهن الكاتوليكي بيكون لابس ظنار على خصره بيقصد يمكن الفرنسيسكان لأنه في كل طيف بيلبسه بشكل أو بطريقة معينة وبالعالمة قالوا لي لما بيدخل طيب الزكر من زمان القص منيس عبد النور منعرفه من شكله من لبسه لابس بدلة وبكون مرتب على الآخر لكن ممكن نسألك سؤال قلت تفضل لحظنا عليك أنك لما بتفوت لمصر أنت بتفوت لابس يعني أميز حتى نص كم سألته شو المشكلة؟ قال لي لا ما في مشكلة بس حب استطلاع كان الجواب تبعي بكل بساطة قلت له بصراحة لأنه مصر حامية بلد درجة وداك اليوم كانت درجة الحرارة 45 درجة مئوية فهو تعجب من هذا الجواب وقال لي بس هذا هو السبب قلت له أيوة لما بسافر بكون لابس لبس مرتاح طبعا لما بروح بخدم بالكنيسة بحترم قوانين ومبادئ الكنيسة في اللبس بل بس مثلا بدلة وهي العادات المتبعة في مصر مرة تانية كنت في مطار آخر في إحدى الدول العربية وكان طبعا في شخص لازم يستقبلني من أول البوابة تبعت الطيارة حتى يساعدني في الإجراءات وكان عم بنادي على طول صوته لأنه كان في ركاب كاثرين وهو ما بيعرفني شخصيا فكان بنادي قسيس نزار قسيس نزار فأنا قلت له نعم فهو تطلع علي بالنظارة قال لي أنت أسيس قلت له أيوة فقال لي أوه عشان مش لابس أنت روب مثل خوارني عندنا قلت له لا إحنا ما منلبس روب فعلى طول عم بيحكي بالويرلس اللي معاه لجماعته اللي بيستنوني برة قال على فكرة وصل الخورة اللي بيقصد أنا بس على فكرة هو لبسه مش متل بتوعنا كيف إحنا منلبس في بلدنا وطبعا هاي الفكرة إنه فإذا في علامات اللي بتعبر وبتدل عن هوية المسيحة وأكيد بالطبع يمكن إحنا متفقين مش الشكل مع إنه الشكل كمان بدل على من نحن فالسؤال اللي عاوز أسألك لكل واحد منا كيف أظهر علامات واضحة إني مسيحي؟